موسيقى رغم خطط الرقمنا في جميع المجلات ثمانون بالمئة من المهندسين في الإعلام الآلي يختارون الهجرة بعد ترحيب الروسي والصيني بانضمامها للمجموعة الجزائر تقترب من البريكس توسيالي للحديد والسلب تصدر خمسة عشر ألف طن من الأنابيب الحلزونية نشاط والأخبار الرئيسة من الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية كشف تجمع الجزائري للناشطين في مجال الرقمنا أن الجزائر تخسر ما لا يقل عن مليون وثمانمائة ألف دينار لتكوين مهندس واحد خلال مسيرته الجامعية المحددة بخمس سنوات في حين أن الإحصائية الأخيرة بيّنت أن ثمانين بالمئة من المهندسين يهاجرون إلى الخارج ثمانون بالمئة من المهندسين الجزائريين يغادرون الوطن بحثا عن بيئة أفضل في وقت تخسر الخزينة العمومية ما لا يقل عن مليون ومائة ألف دينار لتكوين مهندس واحد خلال خمس سنوات من التكوين الجامعي أرقام كشف عنها رئيس التجمع الجزائري للناشطين في مجال الرقمنا على هامش منتدى الرقمنا في طبعته الثامنة اليوم الجزائر سيتكون حوالي 350 ألف متخرج من الجامعة الجزائرية من بينهم آلاف المهندسين هذو آلاف من المهندسين ما نشنق قدروا نخليهم في الجزائر ثمانين في المئة من هذو المهندسين راهم يغادروا الجزائر للدول الغربية هذا نزيف كبير لأن المهندس يكلف الخزينة حوالي مليون وثمانمائة ألف دينار غير فقط الخمس سنوات تاع الجامعية بلا ما نهدروا على التكوين في الابتدائي والمتوسط والثانوي المنتدى الذي حمل أيضا موضوع المهن والتكوين والتوظيف جاء لتقديم حلول مستعجلة ورؤى استشرافية من شأنها أن تحدى من نزيف الأدمغة نحو الخارج وهذا المشكلة مشكلة عويصة مشكلة عويصة ما تخص مجال واحد فرقه مثلا وزارة التعليم العالي ولا وزارة العمل ولا وزارة المالية مشكلة عويصة لازم الجميع يجلس على طاولة واحدة ونتكلم ونشوف ما هي الحلول التي تسمح لنا نخليه شبابنا يعيش في وطنه ويصرف أمواله في اقتصاد الوطن بدون ما يغادر هذا البلاد ظاهرة هجرة الكفاءة الجزائرية إلى الخارج مشكلة عويصة يتكبد خسائرها المجتمع والاقتصاد والدولة في وقت نزالت الرؤى غير واضحة من قبل الحكومة لاستقطاب الكفاءات في ظل واقع سياسي واقتصادي غير واضح المعالم بحصول الجزائر على الضوء الأخضر للانضمام إلى مجموعة بريكس من كل من موسكو وبكين تكون قد قطعت خطوات متقدمة في نهج الالتحاق برقب الاقتصادية الناشئة بما تملكه من مؤهلات تدعم المجموعة وتستفيد منها وسط الكثير من طموحات الاقتصادية الكبرى رحبت الصين وروسيا برغبة الجزائر في الانضمام إلى عائلات البريكس التي تضم أكبر اقتصادية العالم خارج المنظومة الغربية حيث قالت الصين أن الجزائر بلد ناشئ كبير وممثل لاقتصادات الناشئة ولا مانع من انضمامها للبريكس فحين كانت روسيا قد أعلنت أيضا دعمها للجزائر بمجرد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رغبة الجزائر في الالتحاق بهذا التكتل الاقتصادي القوي البريكس يضم حاليا خمسة دول هي الهند البروزيل وجنوب إفريقيا إضافة إلى روسيا والصين الحليفين التاريخيين للجزائر ويشكل هذا التكتل 23% من الاقتصاد العالمي و18% من تجارة السلع و25% من الاستثمار الأجنبي وترتبط الجزائر بعلاقات قوية على مستوى التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع دول البريكس خاصة الصين وروسيا حيث بلغت قيمة التجارة بين موسكو والجزائر العام الماضي ثلاثة مليارات دولار وحول دافع التوجه للبريكس يرى متتبعون أن الجزائر خاضت تجارباً اقتصادية فاشلة مع العديد من الدول الأوروبية خاصة مع فرنسا وهو ما دفع بالحكومة الجزائرية لتوجيه اقتصادها نحو الدول الأسيوية وتحديدنا الصين هذا وتنظر دول البريكس للجزائر كدولة متحررة من الديون الخارجية لها احتياطي جيد من العملة الصعبة وهي ثالث دولة عربية من حيث احتياطي الذهب تتجه مصالح وزارة الفلاحة لشروع في مرافقة الفلاحين والمنتجين ميدانياً في إطار استراتيجيتها لموسم 2022-2023 القائمة على استغلال ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هكتار طبقاً لقرار رئيس الجمهورية في لقائه مع الولاد لإنتاج تسعة ملايين طن من الحبوب بغية التقليل من فاتورة استيراد الحبوب التي تستنزف الخزينة العمومية الحكومة تنتهج استراتيجية تهدف إلى تطوير الشعب الفلاحي ذات الأولوية على غرار شعبة البقول الجافة الزراعات الزيتية مع إعطاء الأولوية لشعبة الحبوب لبلوغ إنتاج يكون في مستوى تطلعات السلطات العليا للبلاد مستغلة لكن الآن إن شاء الله المساحة التي سوف تبرمج لموسم 2023-2023 موسم الفلاحي لا تقل على ثلاثة ملايين هكتار وبالتالي فوزارة الفلاح والتنمية الريفية وضعت كل الإستراتيجية وتبعاً لتعليمات السيد وزير الفلاح والتنمية الريفية التي أسديت إلى السادة المدراء المصالح الفلاحية ميدانيين هي المرافقة الدائمة للمستطميرين الفلاحيين سواء كان مرافقة مالية عن طريق الدعم المقدم في مجال اقتناء العتاد الفلاحي سواء خاصة الجرارات العتاد المرافقة الموسم الفلاحي المقبل فرصة لتطوير عملية سقي المحاصيل بالتنسيق مع جميع المصالح والقطاعات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والرفع من مردودية الإنتاج فالحكومة تولي أهمية كبيرة من أجل وضع خريطة تحدد المناطق المؤهلة التي يمكن استغلالها لتطوير إنتاج الحبوب بأقل كلفة تعليمات لأسديت خلال حملة الحصاد والدرس إلى كافة الفاعلين في القطاع من غرفة فلاحية من مجالس مهنية مشتركة من مدراء مصالح الفلاحية من تعاونية الحبوب بقول جفا هي المرافقة ميدانيين للمنتجين عن طريق المقاربة الاقتصادية بداية هذه الحملة بكل قوة وذلك نظرا للقرارات الأخيرة التي تخيدت من قبل السيدة الرئيس الجمهورية وهي الزيادة في سعر شراء الحبوب خاصة القمح الصلب لـ 6,000 دينار جزائري للقنطار القمح اللين 5,000 دينار جزائري للقنطار وكذلك الشعير والخرطال 3,400 دينار جزائري للقنطار ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية بأكثر من 60% بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ووصوله إلى 500 دولار للطن يدفع الجزائر لإيجاد حلول استعجالية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في الشعب الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب في الموضوع دائما ناقشت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبية الوطني مع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حنبلي ونواب البرلمان ناقشت العراقيلة التي تواجه الفلاحين ميدانيا واقترح رئيس الغرفة جملة من الحلول التي بإمكانها أن تساهم في تسهيل عمل المستثمرين في المجال بهدف تجسيد توجهات رئيس الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كنا تكلمنا على بعض العراقيل بعض المشاكل التي يواجهها الفلاح ميدانيا هذه اللي راح تخلي تسهل باش نقدرون حقه سياسة رئيس الجمهورية يعني وكانت تكلم على تسع ملايين طن من الحبوب يعني هذه كان حسب الامكانيات المادية والامكانيات الطبيعية اللي عندنا والأراضي البشرية يعني قادر نصلوا لها وخاصة قضية القمح والصلب والشعير قادرين نكتفوا ذاتيا يعني عندنا إمكانيات هو المشكلة على القرن الفلاحي معروف يعني خاصة أراضي الجزيرية معظمها في الشيوع هذا اللي يرهن بعض الفلاحين خاصة الفلاحين صغار في مجال الاستثمار لأنهم يجعلهم محرومين من القروض الفلاحية وهذا يعني كي نعمل مع وزارة فلاحة ومع البرلمان في هذا الصدد كي نعمل اقتراحات باش نحلوا هذه المشاكل هي مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع الفلاحي أولها هو إعادة القانون قانون توجيه للعقار الفلاحي قانون سفة ستاعش لمصبحش يعني يستجيب للتغيرات الجديدة أولا ثانيا هو الشيء الأساسي بالنسبة لنا هو تسوية العقار الفلاحي تسوية العقار الفلاحي طالما أننا لم نسوي العقار الفلاحي لن يكون فيه هنا لا اكتفاذاتي وتكون فيه حتى العلاقين النقص الوحيد هو اللي يقدر باش نصطل الطموح من تعسيد الرئيس الجمهورية ولتعطية احتياجات الوطنية ولما لا تصدير للخارج هو أن التمكين الفلاحين من القروض في نفس الشعبة التي ينتمي إليها وفي التخصص الذي يشتغل فيه في الصناعة رصت بميناء عنابة باخرة محملة بأربعة وثلاثين ألف طن من مادة الفحم الحجري قادمة من روسيا وموجهة لتزويد مركب سيدار الحجار بهذه المادة الأولية الضرورية لتشغيل الفرن العلي وأبرمت السفقة حسب ما أفد به بيان للمجمع الصناعي السيدار بعنابة في إطار اتفاقية تموين بين إدارة المركب والممون الروسي بلاك رابيد دي أم سي سي بإشراف ومتابعة مجمع إميطال الجزائري وجاءت العملية بهدف توفير المادة الأولية الضرورية لتشغيل الفرن العلي بالمركب لتمكينه من مواجهة صعوبات التزويد بمادة الفحم الحجري المطروحة على مستوى السوق العالمية الشحنة تم اقتناؤها بسعر تنفسي قدر بستمائة دولار للطن الواحد مقابل أسعار تجاوزت الثمانين دولار ثمانين مائة دولار للطن الواحد في السوق العالمية كما يرتقب وصل شحنة ثانية بستة وعشرين ألف طن من نفس الممون في وقت لاحق في تعاون دائما تعقد لجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني تعقد دورتها العاشرة الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة حسب ما أفد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيترأس هذه الدورة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيد هني منصفة مع وزير الفلاحة للفيدرالية الروسية ديمتري قاتروشاف وستسبق أشغال اللجنة اجتماعة تقنية على مستوى خبراء البلدين يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين سبتمبر وسيكون اللقاء بين الطرفين فرصة لبحث سبل ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالة ذات الاهتمام المشترك صدر مركب الحديد والصلب توسيال بوهران خمسة عشر الف طن من الأنابيب الحلازونية إلى أنغولا على ثلاث مراحل انطناقا من ملاء أرزيو وسيتم تصدير كميات أخرى من الأنابيب ذات الحجم الكبير والتي يبلغ طولها خمسة وخمسون مترا في أكتوبر القادم نحو تونس ودول إفريقية أخرى وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الأنابيب الحلازونية بعشرين مليون دولار كما تسعى الشركة إلى تصدير واحد فاصل خمسة مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ واحد مليار دولار من الصادرات خلال العام الجاري كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عزم قطاعه على رقمانة النقل الجامعي من خلال إطلاق تطبيق خاص مايباس وأوضح باداري في خرجته الميدانية التفقدية لمحطة حافلات النقل الجامعي ببلدية بنعكنون بالعاصمة أن هذا التطبيق سيدخل حيز الخدمة جزئيا بداية من شهر أكتوبر داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية في مجال النقل الجامعي ومنوها بدرورة فتح الحوار مع الطلبة من أجل تشخيص احتياجاتهم ومعالجتها في الوقت المناسب أمضى ممثلون عن مجمع سونطراك مع الهيئات المعنية بولاية أدرار على اتفاقية لفتح مرافق اجتماعية عبر بلديتي تمنطيط وفنغال وتشمل المبادرة فتح مطعم مدرسي بسعة مائتي وجبة ببلدية تمنطيط وقاعة علاج ببلدية فنغيل ضمن برنامج مجمع سونطراك لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية عبر ولايات الجنوب سيما مناطق الضل وتندرجها العملية ضمن السياسة الاجتماعية لمجمع سونطراك عبر الوطن باعتبارها مؤسسة مواطنة حسب ما أوضح مستشار الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك بعلام أجهاني على هامش مراسم توقيع الاتفاقية دوليا هبطت طليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة الاثنين لترتفع خسائرها حتى الآن إلى أكثر من 28% وتواصل تراجعها بعد خفض خفض أقول غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي وبلغ سعر الليرة 18.44 مقابل الدولار الواحد وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12% مشيرا إلى التباطئ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التدخم إلى أكثر من 80% في أوت الماضي أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإيطالية التي جرت الأحد فوز التحالف اليميني الإيطالي بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها إخوة إيطاليا القومي وحصلت الكتلة اليمينية التي دخلت الانتخابات كمرشح واضح للفوز على ما بين 41 إلى 45% من الأصوات وفي الوقت ذاته لم تشكل أحزاب اليسار والوسط جبهة موحدة ضد الطيار اليميني خلال الحملة الانتخابية ووفقا للنتائج الأولية فإن التحالف الانتخابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مع أحزاب اليسار وحزب الخضر حصل على نسبة تتراوح ما بين 25.5 إلى 29.5% في الرياضة يخود صهرة الغد المنتخب الوطني ثاني اختباراته الودية على ملعب ميلود هدف بوهران وذلك في المواجهة التي تجمعه بمنتخب نيجيريا اختبار ودي من المنتظر أن يشهد توافدا كبيرا للجماهير على الملعب الأولمبي في وقت يسعى اتحاد الكرة المحلي للخروج بمكاسب رياضية واقتصادية بعد تجوزه لعقبة غينيا بأولى ودياته يستعد المنتخب الوطني لخوض اختباره الودي الثاني على ملعب ميلود هدفي اختبار سيكون فيه منتخب نيجيريا المصنف الرابع على القارة أخر محطة ودية للمنتخب خلال السنة الجارية في وضع لم ينرضى الناخب الوطني جمل بالماضي الذي انتقد قلة المواعيد المخصصة للمنتخبات الوطنية وتأثيرها على استعداداتهم للمنافسات الدولية والقرية 4-5 دات سيارة مالا يقولون أن كل دات في فاس 5-6 دات في التعليم ونفتحوا للمنزل ونفتحوا للمنزل ونفتحوا للمنزل ونفتحوا للمنزل ونفتحوا للمنزل ونفتحوا للمنزل الطابع الودي للمواجهة لم يثني الجماهير المتعلقة بالخضر من إعلان حضورها وبقوة وتكرار ذات المشاهد التي زينت مدرجات الملعب الأولمبي بالرغم من الاستياء الذي أبدأوا عدد المناصرين بسبب عدم قدرتهم على دخول الملعب رغم حيازتهم على تذاكر المباراة ناهيك عن عجز الكثير منهم عن استعمال المنصة المخصصة لبيع تذاكر المواجهة هي حاجة الأولى محلوش غالبيبان الشاب شوية نغبن هي دروها حاجة مليها بصحة سيت ما ينتحلش الناس عانت في السيت عانت بزاف هي أحسن دي اللي كيوك سمك يبيعوا جي أون فامي تدخل تشري تيكي تاك بالنظام تدخل جمع بين نظام من الميرو تاك جمع فيه بين نظام وكل شي واخوية تنظيم كيش باي نقولك أنا تبلل رجعوا للسيستام القديم تعان لحقوا للسيستام القديم خير من شروبار انترنت بس كيسر فيها بزاف أمورات كيالناس جاتوا مدخلات كيالناس جاتوا قد تصوطي رك فاهمني ما يليق نرجعوا للسيستام القديم خير تبالي من جانب آخر ستشكل مباراة الجزائر ونيجيريا فرصة للمنظمين من أجل تحقيق إرادات ضخمة من شأنها أن تدعم خزينة اتحاد الكرة المحلي خاصة بعد تجاوز مداخل المواجهة الأولى لحاجز الأربع مليارات سنتيم بدأ نختم النشرة عطيب المناوفي أمان الله اشتركوا في القناة